يبدو أن رياح النشر تجري هذه الأيام بما لا تشتهي سفن الإطار التنسيقي وليس من باب التحيز القول إن تعاطفا متزايدا يمكن لمسه مع مطالب خصمه التيار الصدري سياسيا وجماهيريا بسبب ما يتكشف من قضايا وملفات ولا تتموضع زاكرس الفضائية في أي خندق إعلامي لكنها تنحاز إلى الجمهور وحقه المكفول دستوريا في الحصول على المعلومة ولذا فيتنظر بموضوعية إلى النقاط التي أشار إليها ما بات يعرف بوزير القائد من أن افتضاحها حصل بتوفيق من الله سبحانه وضجت وسائل التواصل الاجتماعي بعدد من الترينداتي لفضائح كان أبطالها قيادين في الإطار التنسيقي أو محسوبين عليه أو متحالفين معه ومن أهم ما تم تداوله قضية التسريب الخاصة بوزير الصناعة السابق المحسوب على النائب أحمد الجبوري وحزبه وهو أحد المتحالفين مع محور الإطار التنسيقي ميزة هذه الفضيحة أنها لم تكتفي بنفسها وإنما عادت التفكير بفضيحة التسريبات المنسوبة إلى نور المالكي فبعد أن فتح القضاء ملف قضية الوزير أثار عاصفة من تساؤلات الجمهور حول ملف تسريبات المالك الشهيرة ولماذا لم يفتح القضاء تحقيقا جديا فيها فكلاهما تسريبات وكلاهما يوضع تحت طائلة القانون والمساءلة وبقيام هيئة النزاهة بفتح ملفات أخرى تخص مسؤولين وموظفين أغلبهم من المحسوبين على القوى التي تشكل الإطار التنسيقي تزايدت قناعات الجمهور بأنه لا مناصة من إنهاء مهزلة المحاصصة وفتح المزيد من ملفات الفساد بل وإن هذه قد تكون هي الجولة الحاسمة والأخيرة فيها ودون تسليط كثير من الضوء على قضية السفير العراقي في الأردن وهو محسوب على اتلاف دولة القانون فقد وضعت هي الأخرى في كشف حساب المؤخذات على الإطار ورموزه وهناك الكثير مما يتوقع الكشف عنه في مقبل الأيام لكن ما يجب التوقف عنده أن هذه القضايا وإضرابها ليست بجديدة ولا مجهولة بالنسبة للجمهور وإنما تسليط الضوء عليها بكثافة كان هو الجديد بعد أن ارتفع الدعوات إنهاء المحاصصة وملاحقة الفاسدين وإجراء الإصلاحات وتلك ميزة التنافس السياسي وإنهاء توافق المصالح وعلى ما يبدو فأن هذا الصيف لن يمر بسلام على بعض القوى والشخصيات التي كانت ولسنوات تمتلك زمام أمور الدولة وتخوض فيها طولا وعرضا